اشتركوا في القناة 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 بشكل حر بدون ما أنه أحد يقيدك باستخدام معين أو أي شيء يدعم الSDK Laboratories يعني أنت مو فقط راح تتصل بالSuperbase عن طريق الAPI وأنما راح ينطيك مكاتب جاهزة لعدة لغات أو أطر عمل تسهل عليك هذا الشيء مثل الجافا سكريبت والبايثون والروبي والفلتر وأيضا ندعم C Sharp والnext.js بتوقع بعدهم أن تشوفوه بالموقع آخر نقطة اللي هي NLatex يقصد بها أنه Superbase راح يوفر لك في الداشبورد أو لوحة تشوف بها التحليلات أو الاستخدام لSuperbase يعني أنت تشوف كم طلب مثلا على Real-Time Database أو كم طلب على عملية Authentication فعنت راح يكون نظرة يعني راح تكون عندك نظرة عامة عن الاستخدام لSuperbase وأيضا الموارد مثلا شوف كم باستخدام من CPU أو الرام فهذا الشيء راح يفيدك ننتقل للسلايد الآخر اللي هو يضم بعض الميزات الأخرى CLI أو Command Line Interface يقصد بها أن Superbase يدعم أنه أنت تدير مشروعك عن طريق الأوامر يعني أنت راح تستطيع أن شغل CMD وتدير المشروع وتسوي تعديلات وهذه الأمور عن طريق الأوامر فقط فهذا الشيء جيد يعني يكون أسهل يدعم الويب هوكس الويب هوكس يعني ما راح تقدر وضحه بهذا السلايد بشكل كامل بس يقصد بها أنه أنت تستطيع أن تسوي HTTP request على أي end point معين أو API إذا حدثت أي شاء الله داخل قاعة البيانات يعني على سمثال إذا تم إضافة row معين إلى قاعة البيانات أو table معين فأنت راح تستطيع أنه يسوي webhook أو HTTP request على API معين سواء كان post أو get يعني ما راح تكلم عن الموضوع لأنه راح يأخذ وقت طويل بس يعني داشت راح للميزات بشكل عام من أفضل الميزات الموجودة اللي هي serverless edge functions هاي النوع من الفنكشنز تختلف عن الفنكشن الاعتيادية هاي الفنكشنز سموها edge لأنه راح يتم تنفيذها بشكل أسرع لأنه تعتمد على سيرفر الأقرب للمستخدم يعني أنا مثلا ساكن بأوروبا واستدعت هاي الفنكشن فرح تكون عملية تنفيذها أسرع لأنه راح تتنفذ على أقرب سيرفر موجود بأوروبا وطبعا راح يتم كتابتها بتايب سكريبت يعني اللغة راح تكون مختلفة وأيضا تعتبر سيرفر سايد كود يعني الكود راح يتم كتابتها بالباكيند يعني المستخدم ما راح يشوف هذا الكود أو راح يكون داخل التطبيق نفسه بعدها تدعم القراف QL اللي هو القاعدة البيانات يعني راح تستطيع استخدام القاعدة البيانات باستخدام القراف القاعدة البيانات آخر نقطة اللي هي free plan يعني السوبابيس راح يدعم الخطة المجانية يعني انت راح تروح للموقع وتجرب استخدام السوبابيس ما راح تظهر انه تدفع اي شيء وانما راح تكون خطة مجانية يعني وتنطيق بعض الميزات وايضا تستطيع انه سيتطوير على خطة مدفوعة فاني عن نفسي انصحك تخدم السوبابيس بدل الفاير بايس لانه مثل ما شوفوا كل هالميزات الموجودة اضافة لنا ذلك انه راح يكون مفتوح المصدر وايضا لو حبيت تستخدم السوبابيس بدهم ما انه تثبت على سيرفر خاص بك الموقع موجود وايضا اكو خطة مجانية انت ما راح تدفع اي شيء ومثل ما تشوفون هالأشياء يعني تغطي اغلب المشاريع خاصة المشاريع الضخمة اما اذا انت مستخدم حالي للفاير بايس وتشوف انه صعب عليك تنتقل الى نوع قاعدة البيانات مختلف فهذا الشيء راح يعود لك يعني انت تروح مثلا تلغي المشروع اللي عندك وتنتقل الى البوستغري اسكول اللي بالسوبابيس وتتعلم بيها وتبني مشروعك من جديد او مثلا تكمل بالفاير بايس ولا انتصل لحال معين فهي اغلب النقاط وان شاء الله سوف ادوموا لهذا الشرح واذا تحبون هاي نوعي من الفيديوهات او اشرح بعد عن السوبابيس مثلا اشرح شو نظيفها المشاريع عليك مثلا بالمواقع او تطبيقاتك او مثلا اغلب هاي الخدمات تستخدمها فاني ما عندي اي مشكلة اكتبوا لي بالتعليقات واذا عندك اي نقطة ما فهمت او بتحب ساعدك ادخل على سيرفر ديسكورد ان شاء الله رح ساعدك وشكرا على المشاهدة